موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اختي في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم ان شاء الله خصصت هذا الدرس لكي نتحدث لكم على مميزات واحد البنك الذي نخدم به أنا شخصيا والذي يسولوني بزاف ديال الدراري لكي هو البنك المناسب لديه اقتطاعات قلال وكذلك في سيرفيس زوين فباش منطولش عليكم اختي فجربت مجموعة من الابناك المغربية ولكن لقيت راحتي في السياش بانك لاني انا اصلا كنبيع اونلين وكذلك كنحتاج بعض الخدمات يعني شراء من الانترنت مثلا شراء من علي اكس برايس او بعض المواقع الاجنبية او كذلك الوطنية لذلك غتخصني واحد البطاقة اللي مفيهاش قطعت بزاف وكذلك الاشتراك السنوي يعني كنت تقام قليل فلذلك انا غنشرح لكم السياش بانك فبالنسبة للسياش بانك عندهم دو كارت اللي هم هادو كينا الكارت اللي اولى مثلا هي كود ترونت بالنسبة لهذا كود ترونت شرحت جميع المميزات وسلبيت كاد للك في واحد الدرس اللي سابق هنحط لكم الرابط ديالو في وصف هذا الفيديو اللي بغايفهم كتر فبالنسبة لهذا كود ترونت يعني هو حساب مجاني للاشخاص اللي السن اللي هم كيفوتش 30 سنة يعني كيعطوك هذه البطاقة هاي وانت انت خدام يعني كتحتاج انك تخرج فلوسك من الانترنت فضروري لك من هذه الكارت اللي اي شوبين بزاف ديالاشخاص كذلك اللي كيلقوا مشكلة باش يفرقوا بين كارت اي شوبين وبين كارت وبين كود ترونت يعني ما كيعرفوش هذه الخدمات ديالها وهذه كذلك الخدمات ديالها فاليوم ان شاء الله سنبسط لكم بكل سؤالة فهذه يعني بطاقة اللي تقدر تحرج فيها فلوسك من القيشي الشوباك اوتوماتيكي يعني هذه هي الخدمة ديال هذه البطاقة هذه تقدر كذلك تدفع بها او تخلص بها الفواتير مثلا المرجان او كذلك اسواق السلام يعني الى اسواق الكبرى يعني هذو ما الخدمات اللي كتقدموا مينها هذه البطاقة وهنا سنمر لهذه الكارت اللي هي اي شوبين فهذه البطاقة كما تشوفوا يعني السمك ديالها قليل على هذه يعني من شدة ديالها ستعرفين انها ما غادش تقبل ما غادش تتقبل في القيشي اوتوماتيك لذلك اخوتي هذه ديرينها فقط للشراء عبر الانترنت او استقبل الاموال كذلك مثلا الناس اللي خدمين في بايبال فاشتوصلوا واحد المونطو كبير في بايبال وكيبغيوا يخرجوا فلوسهم من بايبال للحساب البنكي ديالهم فما غادش يحتاجوا لهذه بل فقط لهذه الكارت الشوبين هذه الكارت نخلص عليها قريبا 66 درهم في العام وكتمنح لنا هذه الميزة اننا نستخرجوا الفلوس لنا من بايبال وكذلك نقدره نشريه بها عبر الانترنت وكينا واحد الميزة اللي يزوينا بزاف فمثلا فاشتكون عندك انت الحساب البنكي السياج فكتقدر تهز واحد المونطو مثلا 100 درهم او 200 درهم او 500 درهم على حساب هذا المونطو اللي بغيتي تشري منه عبر الانترنت او تقدم به خدمات وكتحاول تحوله من الحساب ديالك لهذه اي شوبين وهذه الميزة كتمنحنا اننا كتكون عندنا يعني بلو سيكوريزي هذا المونطو اللي عندنا هنا ما يقدرس يعني ديبباصي لنا مثلا وقعش اختراق او تبيرطت لك لا كارت يعني مشاولك المعلومات ديالها فهذا المونطو اللي فيها فقط هو اللي غادي يمشي اما المونطو الكبير اللي عندك في الحساب الشخصي ديالك فما غاديش لتقاس لذلك كنشوف بزب ديال اصدقاء اللي كيشروه من علي اكسبريس او كيديروه خدمات عبر الانترنت كيحطوا واحد المونطو شهريا فهذه البطاقة هذي باش كيتجنبوا هذي المشكلة هذة انتع الاختراق خصوصا هذي اللي وليناك اللحظه في هذي شهور الاخيرة مع السياش بامر وما تنسوش اخوتي فباش يمكن لكم انكم تشيريو من الانترنت فضروري ان اكتبوا الدوتاسيون وبالنسبة الاكتباسيون ديال الدوتاسيون فغادي يخصنالها 44 درم كنخلصها سنويا في حالة مثلا دازد السنة فمباشرة اول عملية تشيري قمتي بها في السنة الموالية فراكي يدوز اوتوماتيك موكي يقطع لك 44 درهم انتعت الدوتاسيون وقبل ما تشيري تتكلم اخي ان الدوتاسيون اكتبية عندك يعني انتمنى نكون وصلت هذة الافكار كاملة اي تساؤل حاولوا تحطوه لي في التعليق ديال هذا الفيديو وغادي نجاوم بكم وكل واحدة سنجاوبه على حدة ان شاء الله لذلك اخواني انا كنفضل سياش بانك بهذه البطاقتين هذو يعني هو احسن بنك مغربي بالنسبة لي انا كدروبشيبر او كذلك كنخدم تجارة الالكترونية كننستالي الابليكاسيون ديالهم ديال السياش بانك وكنقدر نصيفت ونستقبل الاموال ديالي بسهولة ومباشرة يعني فاش كيرسلك مثلا شي شخص الفلوس في هاد السياش بانك فمباشرة يبانو عندي في الحساب ديالي وكنت اكتب انه فعلا دفع لي مقابل ديك الخدمة او كذلك انا كنصيفت له مباشرة ودون اي مشاكل بالنسبة الاشخاص اللي يلا هداروا السياش بانك فاراكين يعني واحد طريقة اللي كيديروها من الصابة باش كيقدروا ينصبوا على الاشخاص وكنت قمت واحد الفيديو وشرحت بيه بتفصيل كيفاش تجنب هاد طرق انتعوا النصب والاحتيال تاوي غدي نحطو لكم في وصف هاد الفيديو وغدي بلكم هنا فوق الشاشة لذلك اللي كان مهتم يدخل ويشوف هاداك الفيديو اما بالنسبة لهاد الكارت هذي فهي الكارت نتعت بايونار AirBnB كذلك كنت قمت بواحد الفيديو في اللول فاش كانت هاد طريقة يعني كانت نجعة ولكن داباك يبالية بانا طريقة ما بقاتش خدامة لان AirBnB يعني هاد الشركة نتع الطيران ما بقاتش كتمنح لنا هاد الفرصة اننا ننكريو كونت دينا بلا ما يكون عندنا حساب بنكي وبلا تعقيدات اما بالنسبة لهاده فهذا بارض بنك اللي ما كنحملش نتعامل معه بتاتا وهذا رزب يعني عندي بنك اخر بنكي الشعبي هذا كحساب نتع الطوفير وكنصيحة اخيرة اخواني فكنصيحكم بذلك السياشبانك الناس اللي اللي خدامه في dropshipping او كذلك الناس اللي خدامه في تجارة الالكترونية الناس اللي عندهم paypal وكي بغيوا يخرج فلسهم فضروري لهم من السياشبانك وكذلك يمكن اللي يستفدو من الخدمات اونلين يعني تسديد جميع الفواتير الكهرباء الماء الهاتف كذلك لفينيت او مجموعة كبيرة من المميزات نخليكم تكتشفها في التطبيق الخاص بيوم وكان هذا اول درس ديال اليوم اذا عجبكم ديروا جام وبرتجوا مع الاصديقاء لتعهم الفائدة وكذلك متنسوش اخواني الاشتراك في القناة وتفعيل الجرش بس يوصلكم الجديد اول باول ودمتم في رعاية الله موسيقى 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 موسيقى